اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الطائرة التي لا ترى على كل الاحوال هذا الصاروخ هو صاروخ جوال اما التومهوك فهو الصاروخ نفس كروز صاروخ جوال يعني باليستي باليستي يعني نعطيه اوامر انه يرتفع فقط عن سطح الارض 10 متر هو يرتفع 10 متر يتدرج مع الانحناءات ويرتفع معها مادام اخذ اوامر ان يكون 10 متر فهو لن يرتفع عن 10 متر لذلك وان كان سرعته 880 كيلو متر في الساعة يعني سرعة اقل من ماخ لا يعني انه بسيط اصابته وخاصة انه لا يطرع الرادارات لانه يأتي مع الطيارات الارضية الصاروخ الاخر تومهوك هو الذي يطلق من حاملات الطائرات شركة دايناميكس تصنعه هذا الصاروخ يتم تعبئته بالاحداثيات شماليات شرقيات جيروفية نسبة الاصابة فيه تستطيع ان نقول نجزم بانها 96 الى 97% يعتمد على نظام على قراءة طوبغرافية الارض وعلى احداثيات الارض وعندما لا يجد احداثيات الارض يدرس النجوم وهذا ما حدث عندما واجهه مشكلة في ضرب بعض الاهداف في العراق لانها كانت صحراء جردا فلجأ الامريكان الى ان يكون هذا الصاروخ يأخذ احداثيات الجيروفية من الكواكب ومن النجوم ومن الفضاء بشكل عام ثمن هذا الصاروخ مليونين ومئة الف ويستطيع ان يطير 2500 كيلو متر كمسافة وتستطيع رمايته في كافة الاجواء ما يميز هذا الصاروخ بانه اذا رأيته تم رمايته عندما تراه قد انطلق من الحاملات وثمنه وهذا الثمن الذي لا يصدق فاعلم انه لا يوجد طيران في الجو وهو لا يرمى الا على الاهداف الثابت لان هذا الصاروخ يتم تلقينه بالاحداثيات سابقا قبل اسبوع قبل اسبوعين ولكن ليس قبل ساعة ولا نصف ساعة اذا ونصف عفوان هذا صواريخ تومهوك معدل الضرب منذ 15 يوم ليست في ساعة الاقمار الصناعي تأتي بالاهداف الاهداف الثابتة يجب ان نضع خط حتى الاهداف الثابتة يعني بمعنى اخر صاروخ ثمن وثنين ونصف مليون مليونين فاصل مئة الف دولار لا يعقل ووزنه طون طونه 350 كيلو يعني اذا الرأس المتفجر لوحده 450 كيلو الرأس المتفجر هو وزنه طون 350 كيلو يعني طون ونيف اليوم في ادلب في ادلب السادة هشام لو سمحت لي نزل صاروخ مثله سبب حفرة 15 متر في الارض نزل في خلاء هو طبعا الامريكان اليوم المتحدث باسم البنتاجون قال بانه بان نسبة الاصابة 96% هي هذه الاصابة 96% لكن ان تضربه على هدف ثابت فهو يعني من النادر جدا ان يخطئ واذا اخطأ فهو يخطئ قد 20 الى 30 متر وله قدرة اختراقية تتراوح من 15 الى 22 متر حسب صلابة الاسمنت بالاسمنت المضغوط يستطيع الاختراق حوالى 12 متر اسمنت المضغوط المسمي الاسمنت المسلح معناته هذا في الارض الحمراء او التشول بيحفر 50 متر اذا في الاسمنت المسلح كسوح نعم نعم طيب بس سؤال هو لماذا لا يكتفون فقط بالف 16 او الف 22 الف 22 طبعا للعلم ليس الا الف 22 هي طائرة شبحية تخيل الان الاتحاء روسيا هي طائرة الجيل الخامس او الجيل السادس سيد الف 22 هي والف 35 طائرة طلبوا من شركة بوينغ انت تعلم ان ادق شركة في العالم وصلت بالتكنولوجيا البشرية هي بعد وكالة ناسا للفضاء شركة بوينغ طلبوا من شركة بوينغ ان تصنع رادار لهذه الطائرة هذه الطائرة بالمناسبة ربع مليون ثمنها يعني اربع طائرات بيعت للبنتاجون بمليار هو لا يملك بها لا يعني تقصد مش ربع مليون تقصد ربع مليار يعني 250 مليون دولار ربع مليار صدقت يعني ربع مليار يعني 250 مليون يعني دولار لا يوجد رادار يظهرها كيف يظهرونها يزودونها بجهاز يعطي انذار للرادار ان هذه الطائرة يقودها الطيار فلان وهي الان هذه الطائرة مواصفات لماذا؟ لأن الطائرات يعني بهمش لدخل تكنولوجيا الطائرات في الاصل كيف تظهر طائرة الشبح تظهر طائرة الشبح بالطائرات الاخرى يعني تظهر يكون هناك عبارة عن فارغ حراري حوالي نصف متر حول اطار الطائرة وبالتالي الرادار الذي صنعه الروس وهو ما يسمى بكشف طائرات الشبح كان يظهر الطائرات الاخرى الشبحية التي الدهان وغيره الآن هذه الطائرة تغلبوا عليها بحيث انه يصبح الحرارة ملاسقة بحيث انه لا يستطيع ان تفرزها عن الجو المحيط فيها لا شكلها الانسيابي ولا الدهان وهذه الطائرة مزودة في محركين ووقود تخيل ان هذه الطائرة جربت تخيل جربت من السواحل الامريكي الشرقية ضربت حدفا في ليبيا ثم عادت خمس وعشرين ساعة طيران وكانت ترافقها طائرات تزويد جوي ولم تحتاج لان وقودها سري والمحركات لكن عفوا عفوا سيد هشام في سؤال يعني يطرح الآن طالما الولايات المتحدة الامريكية وحلفاء عندهم اف-16 مثلا طائرات الميغ التي يملكها النظام مثلا تعتبر خردة امامهم السؤال انه لماذا استخدموها لأول مرة على مداج وعلى اماكن يعني ليست لا يحاربون جيوشا كبيرة حتى على دول عظمى لم يجربوها لماذا جربوها على السوريين سؤال وجيه وسؤال دقيق ومدروس الآن هل تعلم هل تعلم ان العراق جرب به جرب على ارضه 316 نوع من الاسلحة وتم تعديل القنبل الدكية التي تلقى الآن على سوريا الجي بي يو 35 وغيرها وهي القنابل الدكية التي يتجاوز بعض اثمانها من 60 ألف إلى 2 مليون يعني تخيل دبابة التي تسعين ثمانها 850 ألف دولار يعني لم تتجاوز المليون ومع ذلك هذه القدائف بعضها ادق منها هناك جيل جديد من الطائرات وهو 1222 لم تجرب فعليا وهناك صواريخ جديد من الجيل الصواريخ الجي بي يو وهي الصواريخ الذكية التي ترسل بالأقمار الصناعية إلى هدافها يفحصونها من حيث الدقة ويفحصونها من حيث قدرة الاختراق اذا هم جربوا سلاحا هم يعلمون تنظيم الدولة وان شرق وان غرب فهو تنظيم مجرد تنظيم يقاتل حرب عصابات ليس له تلك القوة وانما هناك السوق يدعى سوق السلاح وسوق التسويق عندما يرون ويصورون هذه منجازات هائلة هذا الذي أسأله يعني نحن نسمع أنه 40 تنظيم ضد دولة بس لم نرى 40 دولة ضد تنظيم هذا الحقيقة هذا هو يعني هذه الحقيقة الماثلة على الأرض وانت تعلم أن هذا التنظيم لا نريد أن نخوض بتفاصيله هذا التنظيم لو جندت الأرض إعلاميا نفسها ضده لم تنجح كما جند نفسه عندما دبح الرهائن الإعلاميين فهو أرجع الإسلام إلى 2000 سنة قبل التاريخ وأيضا هو ألب قلوب العالم وأوجد الطريقة المثلة لكي يتم التدخل في الشرق الأوسط وخاصة أن هناك دولتان تتعهدان في دفع هذا السلاح ثمنه فأمريكا لن تخسر شيء يعني هي حرب مجانية ولن تسقط لها طائرة ولن يقع لها جندي أسير عن مقاتلين تنظيم الدولة الإسلامية على بعد كيلو متر